فرحب بضيفي الإعلامي الكبير أستاذ أسامة مونير أهلا بك ومشرفنا وشكرا شكرا على خضورك ربنا خليك أيمن شرف كبير لأن أنا أكون موجود معاكي وإنتي مش بس زميلة إعلامية إحنا كنا زملاء بنعود جنب بعض صحيح وباعتبرك أختي بجد وببقى فرحان جدا لما بشوفك على الشاشة ومفصوط طبعا وشرف كبير لأن أنا موجود معاكي المهارة شرف لنا وإحنا دايما مفصوطين بك وتبقول قبل ما دبتدي أنه أنت مش بس أهم إداعي مصري أنت واحد من أهم اللي ما كنتش الأهم يعني إداعي في الوطن العربي ببنا يخلي كده وصوتك إحنا كنا بنتفرج دلوقتي على الكليب وقلت لي ده كان في البيت بيتك ده كان تقريبا في 2007 في المشهد ده وكنت عامل فقرة كانت مكسرة مصر وقتها في البيت بيتك 2005 يمكن كمان بدايات البيت بيتك كان في البدايات ودي كانت أول مرحلة انتقلت أنت فيها من أسامة مونير الناس بتسمع صوته بس مش عارفة شكله إيه لأسامة مونير اللي بيزر على الشاشة في مواقف أنا فاكرة وقتها تحكيلي في الوقت ده لأنا كنت برضه يعني اشتغلت شوية صغرين كده كتدريب يعني في البيت بيتك اتقلي أنه كانت المعجبات لأن أسامة مونير عنده الكثير والكثير معجبات كانوا مستنينك قدام بك باسبيرو والله العظيم عشان عايزين شوفوا بقى أسامة مونير اللي هو ملك العشق ونصائح الحب والغرام شكله عمل إزاي ما هو أنت طول وقت عملت اسمع واحد بيتكلم في الحب والمشيعة صوته حلوة قوي بيقول حاجات حلوة قوي فكانوا واقفين مستنينك على الباب عشان يشوفوا بقى أنا كمان كان عادي أيام البيت بيتك كمان كان عندي حالة لغبطة ليه؟ إن حد وثلاث بتكلم في الحب يوم لتنين بتكلم في السياسة وبتكلم في قضايا المجتمع وسيد وزير الاتصالات حضرتك كيف يصنع مش عارف إيه والموضوع مولع وارجع اليوم اللي بعده بكل الحب فكنت أنا في حالة بسترة كده بصيح حدوتة الفانس دي كمان كان عندي حاجة أقوى من كده يعني كان يجي أيد ميلادي أخش مدينة الانتاج الإعلامي ألاقي على بوابة ده باديب أه على بوابة مدينة الانتاج الإعلامي يقول لي ثانية واحدة يا أستاذ وسامة أفتح شانط العربية ده بدوب ده بدوب إيه؟ هدايا كياس بقى وده باديب وكروت واللي رسم لي صور واللي رسمي لي مش عالي فكانت طبعا الحاجة تسعيدني جدا وقدام بوابة البيت بيتك الناس كان بتستنى محمود سعد علشان تدي له مشاكل أنا بقى كان عندهم مشاكل عاطفية مناسبة المشاكل العاطفية يمكن علشان أنت رائد من الرواد لفكرة الإذاعة وأن الناس تتكلم وتفتفض وكده وهتحكينا بعد شوية على الترائف اللي حصلت معاك على بدور الفترة اللي فاتت هل دلوقتي هو ده الشكل التقليدي الناس ممكن تحكي به يعني بقتين الناس بتفتفض بطرق مختلفة ولا لسه الناس بتحب تفتفض وان توان يعني شكل مباشر كده طرق الفتفضة كتير في صفحات فتفضة على السورشين ميديا اللي هي كونفشين أوف مارد وومن ومش عارف وفي حاجات كده كمان للرجالة ولكن الفتفضة واحد بيطلع اللي جواه وبيعضي يقرف كومينتس بتاعت الناس غير لما بيتناقش قاعد مع حد بيناقشه ويحكيله ويرد عليه فيقوحه ويقول له لأ ما قصنا فيه موقف تاني فيه مساحة للهات وخد فده اللي بيخلي الحدوتة هنا محبوبة أكتر والفتفضة اختلفت يعني أنا بقالي دي السنة الواحد وعشرين يعني داخلين في واحد وعشرين سنة عن ما بدأت شكل الفتفضة وشكل المشاكل اختلف تماماً عن دلوقتي ازاي بقى؟ مر بمراحل كتير جداً يعني كان في الأول ناس مخدوضة وكانت اللي بيحكي لي المشاكل يعني لما كنا بنسمع مشكلة إن واحدة خانت جوزها كانت الجرائد بتتقلب ايوك أنا فاكرة في بعض التسجيلات اللي كانت تجيلك لأن الحاجات دي بيتبنلها على فاكرة ريشار تاني دلوقتي وناس بتسمعها دي كانت الدنيا تتقلب أو كانت بتبقى بتتكلم وهي تعيت أو بتبقى مستخبضية أو بتبقى هقولك حاجة في خجل يعني تقصد تالت مكالمة تالت حلقة من أنا والنجوم وهواك جالي مكالمة واحدة خانت جوزها سوري تاني حلقة لأن تاني حلقة عملتها عن الخيانة فجات لي مكالمة واحدة خانت جوزها لن تتخيل لي أنا بعد تاني حلقة سفرت دبي كان عندي ريكوردينجز للقناة هناك بسجلها لها وراجع لقيت يفون جايلي أنا كنت نزلت الترانزيت في البحرين أنت فين؟ أنا في البحرين قالوا لي عندنا معاد الساعة ثلاثة عند رئيسة اتحادة لزعوتي في زيوم استجواب ليه كانت؟ علشان واحدة اتكلمت وقالت إنها خانت جوزها وكان أنا داك الأستاذ حسن حامل ربنا أديه الصحة شخصية رطيفة يعني طبعا فقال لي أنت طلعت لنا منين؟ أنت إيه؟ أنت جيت منين؟ أنت خلفيتك إيه؟ أنت بتهد أنت خلفيتك إيه؟ أنت طالع منين؟ فأبطلس حسن أنا راجل لصنصة دا بقسم اجتماع كنت بشتغل في مركز بحوص الأمريكي في مصر وكنت بعمل أبحاث اجتماعية وده شغلي وما تقلقش خالص والأمور وإحنا عندنا أجهزة بتوقف الصوت وبتاع قال لي غلطة في برنامجك وأنا بقول لك قدام رئيس مجلس الإدارة بتاعكم غلطة واحدة في برنامجك أنا هقفل القناة كلها فتخالي البينامج كان عامل إيه في الأول؟ عشان واحدة قالت إنها خالت جزر بالوقتي بسمع إيه لعجب يا إيمان بسمع ما يخشعر له الأبدان والناس بتتسلوا وتحكي يعني هي الفكرة نفسها موضوع التطور بقى نرما ما بقوش بيكسفوا كانوا دلوقتي بيقولوا وبيقولوا جدا يعني فا بس أنت بتتحط في مواقف صعبة لأنت بيتطلب منك يعني أنت لما تسمع حاجة زي كده أنا لو منك هقول إيه أصلاً أنت أولاً بتبقى على الهواء فأنت مش بتكلمها هي بس أنت بتكلم مصر كلها سانياً أنت بيتطلب منك أن أنت بقى حل بقى أو أن أنت تجي نصايا قبل ما أرد عليها وقبل ما أرد على مصر كلها وقبل ما أفكر أن أرد على مصر كلها ده بتسمعني بفكر في حاجة واحدة إن ربنا شايفني طبعاً إن أنا هتحاسب على اللي بقوله ما فيهوش هزار يعني أنا ممكن أخرب بيت حد ممكن أظلم حد فببقى مرعوب لأن أنا عارف إن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على كل كلمة طالعة من بقي فأنا محطوط في كورنر إن أنت كل أسبوع مرتين في الأسبوع خمس ست مكالمات في كل حلقة ربنا بيحاسبك عليهم في عملية مزعجة جداً إيه أصعب المكالمات اللي جات لك كنت حاسس أنت أنت مش عايف تقول إيه أصلاً ولا ترد بإيه على مدار العشرين سنة اللي فات كتير كتير جداً فيه بنت اللي الله يرحمها اللي اسمها حنين اللي كانت بتحب واحد واتبرعت له كليتها وكان خطبها وحد من صحابهم حط يعني وقع ما بينهم فسابها الولد والبنت جالها كانسر وكانت عايزة تشوفه بأي شكل من الأشكال وهو رفض يشوفها وبعد كده كلمتني في تيفون حكيتلي وبعد كده صعبت علي أخذت رقم تيفونها كلمتها تاني يوم الصبح من تيفوني قلت لها قايتلي كيماوي بقى وقع شعري وأنا باهدي لها قلت لها حطي إشارة ونزلي للناس وربنا قادر أنه يوقفك على رجلك تاني وربنا قادر أنه يشفيك وا 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 وكنت متفاعل معها قوي يعني قلت لها كلمك الحلقة الجاية اللي هي بتاعة بكرة يا حنين علشان إيه ندردش لأن المستمعين عايزين يسمعوا صوتك يعني يحبينك كلمتها ما ردتش كلمتها تاني ما ردتش تالت ما ردتش فالمخرج قال لي ما تردش تخلص فقلت يا جماعة احنا حاولنا نكلم حنين انتو بطلبين احنا نكلم حنين حنين ما بتردش أتمنى أن يكون المنى خير يعني الحلقة اللي بعدها قبل الحلقة قلت أكلمها عشان أشوف هي فين تطلع معي هوا ردت علي أختها قلت لي حنين تعيش انت توفت قلت لها البقاء اللي لقيت توفت في الحلقة وهي بتسمعك اللي هي تاني حلقة اللي كنت المفروضة هكلمها لأن جالها تليفون أن خطبها بيتجاوز جالها الشك وهي كان جسمها ضعيف جدا ما استحميتش يتوفت فطلعت قلت بكل الحزن والأسى والأسف والألم بننعي مستمعية البرنامج حنين اللي كلكم كنتم تعاطفين معها البقاء لله فجأة يا إيمان ولا تليفون جا البنامج دا اللي التليفون بتاعه ما بيقفش ولا تليفون مزاعة لتليفون حتى بص وبص النخرج بيقول لي مفيش تليفونات فانا عايزة من للهواء ما أنا يعني او هطلع بقى ففجأة اللي استنى استنى التليفون أول تليفون جالي قال لي مساء الخير يا أستاذ وسامة أنا بكلم حضرتك من المملكة العربية السعودية ما تقولش خطبها لا قال لي بلغ أهل حنين ان انا بكرة الصبح هعمل عمرة باسم حنين فقلت له جزاك الله خير بدأت بقى المكلمات تهل اللي تعيط في التليفون صحفية تكلمني تقول لي حرام عليك وجعت قلبنا كانت مكلمة من أوحش ما يمكن انت بتنخرط عطفيا كمان مع أخير ما هو أنا إنسان برضو يا إيمان يعني يعني باللنسبة لك الموضوع مش شغل وخلاص مش حلقه بتعدي يعني جات لي مكلمة من واحدة ست ابنها طلحها من الشقة شقتهم عشان يتجوز فيها وخد أمه نقلها في قوضة تحت السلم في عمارة علشان يعدوا يتجوز في الشقة والست كلمتني قالت لي يا أستاذ أسامة أنا دلوقتي مش عارف أعمل إيه أنا قاعدة تحت السلم أنا مش فارق معاه يعد تحت السلم بس ابني ما بيسألش علي يعني خليني قاعدة تحت السلم بس ابني يعني أشوفه أنا كنت عيط وأنا بسمحها الست يعني قصدي أم يعني ستة كبيرة الكنهين عليها أقولها طب أنت قوليلي أنت فين وأنا هاجاغدك يعني حاجات بقى إيمان كتير بس أنت أكيد من خلال البرنامج ومن خلال الانتصالات والتيفناء راصد الحالة اللي هي حالة تغير المشاعر يعني أنا فكرة كويس أوي فيه فيلم اسمه أعطاق الزرف طارق أحمد حلمي ونور اللي أنت كنت محور والفيلم اتبنى على الحقاب بالضبط اتبنى على فكرة البرنامج وأنهما طول الوقت ده أنت الواصل اللي ما بينهم هو يكلمك وهي يتكلمك فأنت طول الوقت في النص وبتسمع الحكايات وبتحلل الناس وبتتكلم وبتسمع من هنا وأكيد علشان كمان تطلع وتقدر ترد طول الوقت أكيد بتقرأ وبتسمع ويهيلك هل شكل حتى العلاقات العاطفية بين الناس طبعية هل بتغيرت؟ جدا بشكل لا تتخيالي وفيه تغيير مفاجئ حصل أيام الثورة يعني مفروض الناس اللي بتعمل الأبحاث اجتماعية والجهات دي يعني تلاقي ده وتكتب عنه وقت الثورة حصلت حالة من حالات كسر الخوف عند الناس سباشل الشباب فبقوا بيتكلموا فما بقاش فيه قدوة يعني حتى قدوة كانوا بينتقدوها يعني مش عجبنا مش عجبنا أداء الوزير مش عجبنا أداء الرئيس كان بقل بفجأة الشعب بفجأة كان نايم في حال صحي في حال بالتالي ظهر في البرنامج حالة بقى من الانفتاح المفاجئ يخد شكل العلاقات العطفية بقى يخد يعني بقى الاعتراف الضمني إن أنا بعمل علاقة عادي جدا يا أنيسة ما يصحش كده أنا بقيت مخدود وبعد كده بالتدريج الموضوع بدأ يختلف كل مرحلة مرت علينا في العشرين سنة اللي فاتت دي أنا بدأت يا إيمان قبل ما يبقى فيه سوشال ميديا يعني بدأت بستقبل إيميلات بقرأ فيها المشاكل وتليفونات لما جت ظهرت الاسم اس قالوا نجرب الاسم اس عنده فكان أول برنامج يجربه فيه بلاتفورمت على الاسم اس ده كان أنا والنجوم وهمك عملت سبعة وعشرين ألف اسم اس في أول حلقة اسم اس ده رقم أو مخيف وبعد كده دخلت السوشال ميديا فاختلفت شكل العلاقات بدأ يظهر حاجة اسمها حب على الإنترنت بدأ يظهر حاجة اسمها علاقات على الإنترنت بدأ يظهر مصايم بسبب الإنترنت اللي خاد صورها وعمل لها مشاكل اللي كان بتبعتهم في المسج حاجات تانية جديدة بدأت الناس تتعرف على بعض بشكل أوسع بدأت الناس تذاكر بعض قبل ما تتعرف على بعض يعني النهاردة أنا قابلت إيمان وإحنا بنعمل البرنامج أول مرة أشوف إيمان ما عرفش إيمان هاي إيمان إزايك أخبارك إيه هعرف إيمان من المعاملة صحيح إنما مش أخش على السوشال ميديا هتفرج بقى على صور إيمان سفريات إيمان أحسيس إيمان مشاعر إيمان أحزان إيمان وذكر الحدوطة وقم داخل في القصة هعرف هعرف أدخل صح لأني ذكرت حتى إسم البنامج على فكة أنا ونجومها مين اللي كان أختار الإسم أحمد فاهمي أحمد فاهمي ده كان مدير برامج بتاعنا أول ما فتحنا كان شاب من أجمل ما يمكن ربنا يعني الله ما سيب الخير بقى لي فترة ما هشوتوش قال لي بص أنا ونجومها واك اسم حلو قلت له إحنا الطويل أو الإسم اللي قاعد قول أنا والنجوم قال لي صدقني نجربه بتاع برافو عليه فدخلت بهزر في البروداكشن روم فقلت بكل الحب هنتكلم عن الحب بيهزار كده وبيسجلوها فقال لي تعالي أطلع على البرنامج بقى يوسامة يلا فأجلته أسبوع قلت له معلش أنا في راح السحل أنا كل ده خايف أنا خواف جدا على فكرة فالسبوع اللي بعده ها قلت له معلش هم مرجع بقى من الساقل قال لي لأ خلي الجدع بقى إحنا اتفقنا خلاص قلت له أحمد ما عملتوش برومو ما عملتوليش إيميل ما عملتوليش أي حاجة بتقول لي هطلع عن نهاردة قال لي ما تقلقش كل حاجة هتتعيب أخذوا الجملة اللي بكتوريين خذوا الجملة عملوها برومو في الأول وعملوا لي إيميل يوميها عدت أنا ريسود هطلع ده ده دلوقتي هطلع هوا أقول إيه فقلت بكل الحب هنتكلم عن الحب اللي قلتها في البرومو هي اللي ميشت لحد النهاردة خليني بقى سمعك الناس لما بنقولهم قسامة مونير بيقولوا إيه يعني أنت إيه بالنسبة لل ربنا يصدر للناس وخاصة الشباب ربنا يصدر يلا بينا اسمه قسامة مونير جملة دهج بكل الحب هنتكلم عن الحب وأنا أول ما بسمع اسمه قسامة مونير بيجي في بالي علاقات الحب والناس اللي عندها مشاكل اللي بتبقى محتاجة حد يسمحها وحد يساعدها في مشاكلها أول حاجة بتجي في بالي لما بسمع اسمه قسامة مونير طبعا أول حب ليه أنا والنجوم وهواك أول ما بسمع قسامة مونير بسمع مشاكل الناس أنا والنجوم وهواك ببدأ بقى أنا فكر أو عايقول إيه إيه عن موضوع الحلقة بسمع اسم قسامة مونير بيجي في بالي حاجات حلوة جدا يعني بصراحة برتاح له نفسية وبص كفية يعني بصراحة كلامه مريح أمني محلل سكة المشاكل العطفية والي بسمع المشاكل الناس بفتكر طبعاً الأني وبتاع أنا والنجوم وهواك ده بثابعوا طبعاً اسمعوا هنا يجب لهم يحلل المشاكل طبعاً أنا ونجوم وهواك أسامة مونير أي ανα والنجوم وهواك بكل الحب هنتكلم عن الحب وبكل الحب هنقش كل أضايا الحب ولكل الحب هنتقابل والمدة ساعتين في أنا والنجوم وهوك بقول لأستاذ أسامة يعني باخده المسأل في حياتي يعني هو القدوة بتاع بصاره باستفاد لما بسمعه بطبق حاجات في حياتي باخدها مثلا على مواقب حصلت معي قبل كده ويباستفاد منك هو أسامة مونير كان بيفيدنا في حياتنا ان احنا لما بنسمع مشاكل غيرنا بنستفيد في علاقاتنا الشخصية مع الناس كنت بشوف علاقات ومشاكل عنده في الإزاعة وكده في البرنامج كان ممكن تلمسنا نبقى مدينا نقطة كده ان احنا نمشي عليها بنبقى عارفين احنا اخر الطريق ده ايه بس هو إنسان يعني قلبك عنده حدة التحليل الصريحة يعني أنا طبعا كنت بفتكر ان هو طبعا حد بحكي له ايه اللي أنا بفكر فيه ايه اللي أنا بحلم بيه ايه تطلعاتي في الحياة كده كنت بحب دايما نسمعه باللي هقوله كمل احنا بنحب نسمعك ويا ريت ايه ده تحلي أنا ولجوم وهواك الاسم اللي انت كنت تفكر من فترة ان هو هيبقى اسمي طويل وكده وكده ده خلاص لزقلي ايمان اه والناس كلها حفظة وفكريه ومرضو بفكر عمل تشيرتات بكوة بس طبعا انت مش بس اداعي انت اشتغلت اتكلمنا شوية مش شوية اشتغلت في التلفزيون وتقديم البرامج مسلت بشخصيتك في بعض الاحيان ومتالب بشخصيات اخرى صحا يعني اتلعت في ادور كأوسامة مونير وفي ادور تانية كممثل اعملت الدكتور جراح مع الفنانة الكبيرة الاستاذ الليل العلوي في حكايته بنعيشها وكنت طالع يعني انا متين بيها وبحبها هي تتحب طبعا 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 وكل دي كانت تجارب وغنيت غنيت دي كانت حياتي الاساسية قبل الاذاعة قبل الاذاعة وقبل اي حاجة وقبل الاعلانات حتى دي كانت ده كان حلمي عارفة فيه كل انسان عنده احلام مؤجلة ده حلمي المؤجل الغنم اه لاني مش لقيله وقت بصي المطرب يا ايمان لازم يبقى ديفوتت جدا للشغلانة يعني النهاردة حضرتك مزيعة لو مش بتتبعي الاخبار نيوز اول بول لو مش بتتبعي الاحداث العالمية اول بول لو مش بتهتمي بشكلك كمان اول بول بصحتك اول بول بعلاقاتك عشان ده بيفرق جدا انك تقدر تجيبي المعلومة الصح وتبقي متأكدة من صحة المعلومة لو مش هتهتمي بنسبة تمانين في المية من حياتك بشغلك مش هتنجحي طيب المزيكة عايزة واحد عايش لها يعني المطربين اللي موجودين على الساحة زي الاسادزة الكبار محمد مونير عمر دياب والاجيال اللي جات بعدهم كامر وحمائي والشباب دي عايشين بس لده انا ما عنديش وقت لده انا عندي شركتي وعندي برامجي وعندي حياتي بس انت كل فترة بتروح عامل لما ألاقي حالة أحسها فاكتبها وأعود ألحنها وأديها لحد نقعد نوزعها ونقعد نشتغل عليها شهور أغنيها وبعد ما أغنيها مش يقول له مش عاجباني يبقى أغني تاني أغني أقول له لأ هغير الطريقة أغني لأ بص يعني غنوة أنا كتغنوة عادية جدا بس أنا لأ قلبتها جاز بس صوت له أنا ده حبيت أروح في الحتة دي فأنا بعمل لعجنازاجي ومش بهدف وما أنا بقى مطرب ولا ليا كونسرتس ولا حفلات ولا كده فبعمل ما يسعدني كهوية يعني بعمل لكل الناس يا إيمان شوية حاجة ليه هنسمع جزء منها بس هنطلع لفاصل وبعدين بعد ما رجع بفاصل نسمع كده جزء منها بعد الفاصل الأعلامي الكبير أسامة مونير ليك بعض التصريحات بيقولولي أن أنت في بعض التصريحات كده بس أنا مش حاسة أن هتطلع منك زي؟ يعني مثلا أنه السيت تحب اللي يشكمها أنت قلت حاجة جدا قبل كده أشك لا ما قلتش كلام لا ما قلتش حب اللي يشكمها أنا قلت السيت تحب الراجل اللي تشعر برجولته مش 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 يشكمها يعني هي يشكمها معرفش لا ما قلتش يشكمها مرة ممكن يكون جالي تليفون وقلت لحد أنت مش عاعدت يشكمها ليه؟ مراته بتهزقه عملت حلقة عن ضرب الرجالة ضرب الرجالة؟ آه يعني إيه؟ إن الستات اللي بتضرب الرجالة وده حاجات بتجي لك يعني ده موجود؟ يا إيمان لأينا المركز قومي للبحوث عامل رئيسة الوزنة عاملة الأبحاث اللي بتنزلها دي فيه 54% من المحاضر ضرب الرجالة بتتضرب ضرب ضرب مبرح يعني آه بيش ضرب يعمل محضر في الاسم آه رجالة بتتضرب آه إنما ما بيطلعوش على الهوى يقولك أنا رأيت ضربتني عشان كرمت آه طبعا آه زي الرجالة بتكلميش ليه؟ لأن صحابه هيبهدلوه آه إنت كلمته سامة مونير مبارح إيه هي عملت فيك إيه؟ إنت عارب بقى أنا كنت دايما لعودة أقول طيب هي البنات اللي كانوا ساعاتي يكلموك وزن وتحكي على مشكلة عاطفية آه المشكلة طب ما هي صوتها معروف؟ لأ عارفة حدوتة بيكلموه من تحت اللحاف آه فاكرة فيلم طير إنت آه أيوة أيوة دنيا سمير غانب لما نزلت ليه بيعملوا كده؟ عشان يغيروا صوت؟ آه عشان يغيروا صوت آه بس المشكلة بتقول معروفة يعني هيشبهوا على الصوت هتقول حتة هنا كلمة هنا حاجة هنا بس لأ دا ساعات بقى كمان تكلمني وتقولي على فكرة جوزي بيسمعك أنا كلمت وقلت له افتح الراديو اسمع فتشتكي وهو قاعد بيسمع فوجه له هو الرسالة يعني قريب لسه آخر الحلقة اللي فاتت أعتقد كانت كانت راديو ولا كانت يوتيوب؟ كانت راديو جوزها كانت عالج جنبها ودخل في المكالمة وخد منها التليفون وكمل معا المكالمة ورجعت لها تاني كده آه يعني الأسرة كلها الأسرة دخلت معا المكالمة طيب فأنت ما بتقولش أنت لما بتدي نصيحة لأن احنا سمعنا حتى أنا وانت في التقرير أنا فيه ناس تقولك أنا باعد أسمع المشاكل هي ممكن تبقى المشاكل ما تخصنيش بس بس تفيد منها إذ ربما أنا دا يعدي عليا فبعارفة والله إيه اللي ممكن يتعامل في الموقف ده فأنت كل كلمة عندك روسيا أنا برد باللي تربيت عليه بمتال أمانة يعني أنا ما جبتش كتاب مثلا فيه كيف تصلح علاقتك مع فلان أو كيف تخون زوجتك فيه وتسعيدها أبدا أنا برد باللي تربيت عليه أهلي ربوني بإيه؟ إن الخيان عيب، إن الكرامة مهمة، إن الشرف شيء غالي، إن أختك دي عرضك لازم تخلي بالك منها، إن زوجتك لازم تحترمها، إن احترامك لنفسك بيزيد من احترامك لزوجتك الحاجات اللي أنا صربيت عليها، اللي أنا شفتها فده اللي بقوله لهم، مش أكتر على فكرة أنا مختلعتش العجلة أنا بقولهم الطبيعي جداً اللي أي إنسان مفوض يعيش فيه بس في ساعات بقى وأنا بسمع المكالمة وصلت المرحلة دلوقتي إن من أول بعد قلوب كلمتين أعرف المكالمة راح أفهم خلاص الناس ما بتبقاش عارفة إنه لما يكون في حد ناجح قوي في حاجة والحاجة دي استمرت فترة طويلة لأن أن أنت تعمل برنامج ويفرق أو ينجح ده أي حد ممكن يعمل كده سنة، اتنين، تلات، ده عادي لكن الفكرة في أن أنت تخليه استمر هو ده النجاح الحقيقي أن أنت تفضل، ما شاء الله مخافز على برنامج لسنوات طويلة هو البرنامج الأكتر شهرة ده شيء صعب الرحلة دي أكيد ما كانش سهلا وكل ما تبقى ناجح أكتر كل ما اللي بيحبوك بس مش الجمهور حفظي على البرنامج خسرني كتير أنا خسرت كتير إن أنا وأنا بحافظ على البرنامج يعني لو تلاحظي إحنا عندنا هنا في مصر حاجة جميلة قوي فلان عمل شخصية في السينما نجحت يعملوا منها خمس أفلام علان طلع دلوقتي تريند على السورشل ميديا هتوعملوا بيه فيلم أنا تعرضت لده بطولات مسلسلات وبطولات أفلام في الأول خالص من خوفي على البرنامج رفضت كل ده آه عشان تحافظ على البرنامج كان ممكن أستغل الفرصة وفجأة تاك سينما تاك تلفزيون وأبع في حتة تانية لا أنا خوفت قوي على البرنامج ومن خوفي على البرنامج رفضت البيت بيتك في الأول والدرجة إن جاء قالوا أنت مجنون في حد يرفض البيت بيتك ديني فرصة إسبوعيني طب دوني فرصة كمان إسبوعيني خايف أنا خايف على البرنامج خايف على المجاح ده لأي حاجة تهزه آه من خوفي على البرنامج وقفت المزيك الغنى خايف على البرنامج فتعاملت معاك إنه ابني اللي خايف عليه فحفظت عليه على قد مقطر وبقيت محفظ بقى على كل كلمة خارجة من لساني ممكن تعبني في يوم من الأيام كان فيه أي مشاكل في الطريق يعني عداء النجاح وإنت منافسين كتير في الإداعة بالتحديد كان فيه مش في الإزاعة كان فيه حد في كلام كده من ناس حواليا يعني أنا ما ببصش خالص أنا تعودت وتعلمت حاجة جميلة جدا طول ما ربنا موفقك وإنت ماشي في طريقك بص قدامك ومشي زي القطر اللي خبطك هيقع في السكة وإنت هتكمل وهيخبطك تاني حد تاني وهيقع منك في السكة وإنت هتكمل لو قفت أبص لده وأبص لده وأبص لده مش هاخد خطوة لقدامك فأنا ماشي تاك كده اخبط زي ما تخبط ويا ما ناس خبطت فيه وبعد كده رجعوا وقالوا لي ده أنا بنحبك جدا وهو خلافه يعني لما أقولك النهاردة بيكلموني ده كثرة جمعة عنده مشكلة لبنته أتصرف معها إزاي أستاذ جمعة دي حاجة طبعا ثقة كبيرة جدا أتذكر موقف الكوميديا بقى اللي أحكي لك موقف كوميديا كان فيه دكتور طبيب نفسي مش هقول اسمه طبعا كان بيطلع في التلفزيون بيعمل برامجه بتاعي والدكتور ده كان بدأ ينور وقتها يعني نوقف يدحك باقي من أن أنا معايا الراجل بتاع الدش بركب الدش على السطوح في عز الظهر والدنيا شمس وأنا واقف مش طايق نفسي وهاتو كده اعمل طب خلي بالك لا تخرم عند الجيران عارف الحالة دي ولقاتي تيفون بيضرب قال له مساء الخير أنا دكتور فلان قلت له أهلا يا دكتور إزاي صحتك قال لي عارفني قلت له أعرف حضرتك قال لي أنت عارف أن أنت بقيت مرض نفسي قلت له عفان أولا أهم يبكي وهم يدحك قلت له مرض نفسي قال لي أنا سجلتك مرض نفسي في مرض نفسي ماشاء الله مبروك قلت له طب يعني عمليه طيب قال لي بص أنا عندي حالة وهي دي السبب الحالة اللي سجلتها وقلت أن ده مرض نفسي جديد ظاهر اسمه وسامة ممير دي ست متجوزة شخصية قوية جدا وزو سلطة يعني وهي جاية من الأرياف وهو دايما راجل جاف جدا وسايبها ما بيتكلمش معها وناشف أوفو عملته معايا وطول نهارف شغله رجع في يوم من الأيام قالت له أنا بحبه أسامة مونير يا حرام فهو قال لها إيه أسامة مونير اللي تبتحبي ده الراجل ما عرفنيش قالت له أيها أنا بحبه أسامة مونير طلقني أنا بحبه أسامة مونير ضربها علقة موت أنا بحكي لي كنت تحكي بالزبط ومهم يضرب فيها وتقول له لا أنا بحبه أسامة مونير أو مواخدها من إيدها وراح بيها الدكتور النفساني اللي هو الدكتور ده قال له شوف لي مين أمه قسامة مونير ده أنا عايز أجيبه دلوقت الراجل بقى سخني يعني قال له ده بس حدا قسامة مونير ده الراجل مزيع في الراديو بيعمل بلنامج عن الحب هي لا تعرفه ولا تسمعه منه أي حاجة قعد مع الست شوية وكلمني قال لي بص احنا هندبر مكالمة الست تكلمك وانت تبقى جاف معاه قوي وتهزقها وبتاعه كده ده بجد ده الموضوع جد يعني قلت له لأ مش انت مش عارفت عالجها فتخليني انا هزق الست وتخلي صورتي وحشة عشان أعليجها وتقولي انا مسجل مرض اسمه سوى مونير مرضتش طبعا وتقولها يا دكتور أسف جدا انا مش قدر عمل كده بس انا متأكدة ان انت عندك اكيد ناس مهووسة بيك يعني ناس اللي بتسمعك وتبقى كل وقت مركزة معاك بيكون في حالة هوس على فكرة لانه بعد فترة وخاصة انت بتتكلم وبتدخل بعمق جدا في المشاعر الانسانية بتتكون علاقاته كأنك قريبهم بيكلموني بقى دلوقتي انت بابا دي اللي مفرحة قلبي اوي يعني انا بنت عندها 17-18 سنة تقولي بص انا بابايا متوفي وانا بسمعك بقالي عشر سنين من وانا عندي سبع سنين وانت بابا وكل اللي بتقول عليه يا بابا انا بعمله انا عايزي بقى موضوع النهاردة عايزة اسألك فيه او لا تفضل يا حبيب شرف كبير لك بيبقى عندها مشكلة ان هي حاسة ان اهلها حواليها مش مهتمين بيها مهتمين بأخوها اكتر ما عندها لثقة في نفسها ما لهاش صحاب الحاجات اللطيفة دي فببتدي اتكلم وفتح معهم الكلام على فكرة وسامة ونير كمان شخصية طيبة اوي يعني انها بقى شطر ونجح والكلام ده كله بس انت شخصية طيبة الله يخليك ده منزوري وانا عارف ان انت كمان متعلق بقصيرتك بشكل كبير اه وبولادك بالتحديد روحي فيهم فالاب بقى ده يعني دلع زيادة عن لزوم ولا برضو فيه جزء كده بفوت اه بفوت مامتهم شديدة شوية اه معاهم فعشان كده لازم حد يوز ان يفوت شوية بس اه لما بقفش بقفش بقى بيشوفوا وش تاني خالص بيشوفوا بابا بقى بجد يعني انت عندك وش تاني بزومتك لا اه من خوفي عليهم يا ايمان بتلاقيني كلنا من خوفي عليهم بتلاقيني وصلت المرحلة لا يعني في ساعات لا يعني لا ما فيهش ظهر وممكن نقفش وممكن نبقى الكلام هات وخد كبره بقى بقى رجالة وممكن نطقمس ما كلمش مسلا واحد فيهم اسبوع وده عقب شديد اه وعبكو شوية امه بقى اللي هو مجاش اكل رجع نم الودة مش عايزي ليصالحني طيب عارفا عايز اقولك وصومت طيب وانت طيب ايه بقى مشاريعك في العيد ان شاء الله اه العيد فرحة والله بصي العيد ليلة العيد ستة يناير بالليل اه الفطار العيد عندي في البيت ده الاسرة كلها العيد مش الاسرة بس والاصدقاء كمان يعني يمكن كمان الاصدقاء اللي بيقوا موجودين عندي اه الناس اللي موجودة في البيت بنسبة 80% مش مسيحيين بس اصحابنا قوي فلازم كل عيد يجو يفطروا عن دم بنفطر العيد الصبح يوم العيد فطار الصبح بقى ده بيبقى مع اهل مراتي اخوها وبناته وبس الدنيا هادية ما فيها ما عنديش اي مشاريع وفتلاقي بقى في العيد العيلة بتقعد جنبك اللي عنده مشكلة ولي عنده حاجة ولا الهوى خلاص بك ولادي كل واحد في قطه واحد بيلعب بلاي ستيشن والتاني يفتح البلاي ستيشن بتاعه او الانترنت او بيتفرج على حاجة وانا امراتي يعني اعمل كده خلاص كبروا يا ايمان فيعني حتى بقول تعالى نخرج اخرجوا انتو طب تعالى نسافر لا سافروا انتو يا ابني تعالى معنا نروح لها بس ده طبيعي يعني هذا الجيل جيل متوحد بطبعه يعني اه اه بس لما بحتاج لهم بلايهم طبعا يعني تزيني في حد انزل عملي الحاجة الفلانية تعالى معايا للمشوار الفناني بلايهم ربنا يخليلك ولادك ربنا يخليك وانا بجد مرة تانية وبسوط عويني انت كنت معنا النهاردة انا اللي في منتهى السعادة ان انا كنت معاك النهاردة كل سنة وانت طيب ويا رب دايما ناجح وتعمل كل نفسك فيه وكل احلامك كمان قادم كل سنة طيبة وكل مشاهدين دي امسي بخير وسلام وكل سنة وإيمان الحصري سوبرستار على منصة اعلامية كبيرة اي دو ترست إيمان الحصري بجد لان انا اتعملت معها واشتغلت جنبها مكتهدة جداً بتذاكر كويس قوي عارفة اي بتقول ايه شكراك شكراك شكراك